مساء الخير على حضرتكو أهلا بيكو يا غاليين في حلقة جديدة ببرنامج مباشر مع الجريء ما يهمنيش اسمك ما يهمنيش شكلك ما يهمنيش جينك ما يهمنيش أي حاجة يهمني قلبك يكون أبيض المثقفون الرأون يلتقون في أمسية جديدة من أمسيات الجريء وزي ما عدتوكم هنستمر معكم بشكل جديد وبشكل أكثر وضوح الكثير من المفاجآت والشفافية في عرض المعلومات واللي مش عاجبه يروح يسمع العهات ما يقربش مننا لأن هنا هي قناة الحقيقة بعد أيام قليلة سنضم إلينا أستاذ الكبار أستاذ محمد فاضل أستاذ تريز بإذن الله وأنا مستمر معكم الحين عودتهم الزمالك تحت صفح ساخن والسبب مرتضى منصور اللي عايز ياخد الزمالك في سكة اللي يروح ما يرجعش هتقول لي ليه والكلام ده إيه أقول لك دي الحقيقة وإنه قعد طول الوقت يذاكر إزاي يوقع الزمالك في خلال الأسبوعين مرة بالتهديد ومرة بالوعيد ومرة بلم الناس ومرة بالقوانين ولكن ستكون لعبته الأخيرة هي لها بدل قوانين هقول لك هو بيفكر في إيه والدولة هتواجه أفكاره إزاي ولكن خلينا بادئ زي بد نبارك للنادي الأهلي فوزه الكبير على الترشي التونسي وانا عاصلنا للترشي أن هذا الفريق الذي ترشى من أجل إقصاء الزمالك في عدة بطولات دولية مبروك للأهلي فوز كبير فوز رائع مبروك هدفهم كانوا جمال جدا لبرستاو هدف كهرباء الذي يؤكد مقولتي الشهيرة فكر خليلا كهرباء ظالم أم مظلوم لا تفكر في التسطحات التي يطلقها الجالسين على مقاعد نادي الزمالك الفاشلين فكر في العناية الإلهية هل كهرباء ظالم أم مظلوم الأيام تثبت عكس كل ما يقال الرجل بيلعبه بيقدي وبينجع هل هناك ده دي أسئلة مش بتحقق أنت تقولي أنا عكسك أنا من حقق أنت تقعد تفكر ما تقوليش أنا عكسك لأن أنا بطرح أسئلة وأفكار ما بقولش أراء ما بقولش رأيي أنه هو مظلوم كما ممكن أقولها بكل بساطة ولكن أنا ربنا اداني عقلي فبفكر مش اداني مرتضى منصور وزبانيته والتي تقولها عهيات اللي بيطلعوا للنهار يطلعوا في الفيسبوك واليوتيوبات يملوا علي أفكار غير حقيقية لا أنا ليها عقل بفكر وأكبر نيزان عندي أن ربنا بينصر المظلوم لست مع كهرباء ولا أحب كهرباء وشايفوا أن يرم من الزماني في توقصها ولكن أنا هنا بقول هل حدا ستلاعب بالفعل في عقد كهرباء الأيام ستزبط مين هيروح السبب ومين هيلعب ومين هيستمر ومين هينجه بقولها بكل وضع ما تقول ليش عكسك ما تقول ليش عكسك إذا أنت ما تفهمش اللي أنا بقول يبقى أنت في وادي والعقلية والثقافة والموهبة اللي ربنا ادها لنا أننا نفكر في وادي آخر أنا بقول لك فكر فكر لأن لا أنت أعطل النهار واحد يمل عليك أن النادي هينهار وأن ده حرامي وأن ده نصاب وأن دول بيحربوا عشان أنت بتصدق لا أنا بفكر لا وأكتر من اللي أنا بفكر أن أنا بقتصد وبشوف ولا ما حد يقول لي حاجة بقول له اثبت لذلك احنا نجحنا في كشف فضائع تفرغ ناد الزمالك بقى أي دي مش هقولوا لناد الزمالك لأن الناس اللي بتدير ناد الزمالك مش هولاد ناد الزمالك ولو عمرهم كانوا هكونوا هولاد ناد الزمالك ولكن بقى دي الناس مصالحها في اللازقة في الكرسي مصالحها في السمسرة مصالحها في الفضائح الملك فمرة أخرى على بلد النادي الأهلي لأنه مش هكون ضعيف النفس وهخلي أي حد مرتشئ أو جبان يفصل ما بين حبنا وغطاننا الكل واللي بيجمع الأهلي والزمالك وده يبقى عدوي وده يبقى مش هارف إيه إدارة النادي الأهلي فاسده فيه طورة يا حبيبي أنت ممكن ترغطش تكي ممكن تقدم بلاغات ممكن تثبت بأوراق متعودش يتبع بعبع 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 كلام ابن عبس ألام شايف ان إدارة النادي الأهلي فاسده قدم بلاغات تتحرق اعمل أنت مع نفسك لا يفهم انها مع نفسك بتاع اكتب بتاع يعني ما تحاربش بالوكالة عن ناس فشلة ولا لات الأدب لسانهم طويل وتقعد ان انت بتحارب لا 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 هذا مبدأ مرفوض فيه عندنا احنا عندنا ان الاهلي اللي بشجع الاهلي زي اللي بشجع الزمانة اتنين في بيت واحد زوج وزوجة اخوات هتحاولوا تفرقوا ما بيننا مش بتقدروا اما الادارات 99% من الادارات الرياضية في مصر ادارات فيها فساد مالي واداري كبير ما حدش بعيد عن هذا ولكن الناجح اللي ما يبعبعش بالكلام الناجح اللي اداره اطلع اولا بالفعل زي ما اقولوك انا بعض الحاجات النهاردة في هذا الفيديو بإذن الله اذا من البرد بكل قوة النات الأهلي احنا كازا ملكوان مصقفين ورائعين وفهمين ان الفوز الأهلي ببطولة ده فوز مصر بالبطولة مش حاجة تانية مش هدايا بقى الخطيب كسب بند على مرتضة ومش عارف ايه بقى وكلام الفاضي اللي بيزرعه في كل النهار ده المصرين واحنا مصرين دول وطنين واحنا وطنين ايه بلد واحد وصخافة واحدة واللي بيزرع الفتنة ده الفاشل الضعيف اللي ما بيقدرش يواجه اللي ما بيقدرش يعمل اي حاجة ده اللي بيزرع الفتنة شهرة ومجد لنادي الزمالك فمن العيب كل العيب ان هم يسيبوا نادي الزمالك دلوقتي في ظل للزمالك محتاجهم في كلام كبير انه يوسف واسامة ماضى ليه براميز واسيف وقعفر في الطريق او ماضى يعني الله اعلم انا يعني اذا اردت ان اقول وجهة نظر الشخصية انا ما شفتش شيء على الاطلاق من يوسف واسامة واسيف وقعفر اذا كان للزمالك ادارة وعية وتستطيع ان هي تعمل شيء تعملوا ادارة وعيشة على الكراسي وتلفها على الكراسي وانت يوم وشار بغدر والكلام الفاضل اللي احنا شفناه في وسائل التواصل الاجتماعي خلاص يمشوا اللي اتنين يعني ما فيش شيء جديد يعني هما هما ماشوا نجوم كبار ونجوم لهم اسم ولاهم تاريخ وجابونا العيبة لا تصلح للترجة الربعة يوسف واسامة واسيف وقعفر لما يقدموا اي شيء الناس الزمالك اهليهم مش شايفة ان هم يقفوا جاملين الزمالك يعني الموضوع مش هيكون ازرط من اللي عملته بزير الادارة الرحلة ولا الحالية ولا الاعداء ولا في كلام اخر ان الزمالك هيتقاهل لكأس العالم للاندية في حال ان الاهلي فاز بهاس البطولة طبعا من الاخر كده كله اوهام وكله هاتش وناتش يقول لك عشان الزمالك ينوصف هشين هشين يبقى يتأهل للبطولة لا الكاف والفيفا بياخدوا بالترتيب حسب تصنيف النادي وطبعا تصنيف الزمالك متؤخر جدا انا هم بقالوا لها فترة كبيرة منهارين افريقيا يعني منه اللي خرب النادي وخرب الفرق وضيع علينا بطولات كتيرة منهم لله جميعا يعني ربنا هو اللي بيحاسف احنا افريقيا متؤخرين ومتزيرين الترتيب بشكل فازي طيب فيه احد الانديك كبيرة في مصر حاليا فيها ملفات فساد كبيرة النهاردة هنقول بالحروف الاولى احد الملفات هذه الفساد ان تم تغيير ارضية الملعب القرى بفتورتين يعني نشوف الفجر فاتورة شركة غيارة الارضية وفاتورة شركة تانية غيارة الارضية الى هذا الحد يعني انتم فاجرون في التلاعب اموال المصر كمان فيه اختفاء فواتير بمليار جنيه اختفاء فواتير بمليار جنيه احنا بس منلمع ومش هنقول اكتب من كده حاليا لان الجهات الرقبية عمل شغلها على اروع تقطير ملفات وملفات وملفات من اماها ناس تقول ايه لا يحصل في حالة السيد مرتضى منصور بالفعل هيأكد كلامه وهيمشي وهياخد معاه المجلس طبعا هو يفكر ويفكر كيف هيسقط نادي الزمالك عمره ما حاب نادي الزمالك ولا هيحاب نادي الزمالك ان يتفكر هذا التلك لكن زي نادي الزمالك هيبقى وهيعيش وهيبقى لهو رجال شرفاء يحموه ويدفع طيب خلينا فيه قانونيا علشان دور الافتاء اللي شغاله هنا وهناك تفتي ايه الوضع اذا مشي مرتضى كلام رجالة ومشي كلام رجالة وفي ايده احمد طبعا ان احمد هو دو مكسد وكده كده مرتضى ليس له وجود ولكن هنا هنقول جدلين انه مشي واخد مع احمد واخد معاه المجلس مع ان حتى الان لم يخدر استقالته رسميا بس على المايت واحمد لم يخدر استقالته رسميا بس كده واعتقد ان خالد لطيف قاله اللي هاتفش هنمش معاك لم يقدم اي شخص استقالته رسميا في نديا هاد الزمال حتى هذه اللحظة كله كلام من عم عبد السلام لكن هنمشي قانونيا في حقيقة اللي هيسك كده لا فيه لاي هتحكي الموضوع مش هيبقى فيه لجان عشان هيعيش فيه اللجان مش هيبقى فيه لجان هتبقى فيه آآ تلات اشخاص موجودين في النادي حالين هما هيديروا اعمال النادي لحين اجراء انتخابات يعني هيكون فيه لجنة مؤقتة من مدير تنفيذي مدير مالي بدين شرط رياضي هيتولوا مشهور للنادي والدعوة لانتخاب مجلس استدارة جديد لأول اجتماع للجماعية العمومية اعتقد شهر ستة او سبعة هاجة زي كده هيبقى فيه انتخابات والجميل في هذه الانتخابات ان مش هيدرها الموجودين في النادي عشان احنا عرفنا وتأكدنا وفيه يمكن حكم يصدر قريبا بعد فترة وجيزة ان الانتخابات حصل فيها تلائب وعضويات اتضربت وناس استبعادت وكلام اللي بيعملوا كل اي حد بيقعد على الكرسي ما بقت معروفة في كل قد لا الجميل في الانتخابات دي اللي هتظهر النتائج بشكل واقعي طيب اذا لم يكون هناك لجنة معينة من وزارة الشعور والرياضة حسب المادة 14 من اللي هي حالة سرشدية اللي بتاعكم نادي الزمالي حاليا يبقى فيه لجنة مشكلة من المدير المالي والمدير التنفيذي والمدير النشاط الرياضي وهم اللي هيديروا اعمال النادي طبعا ان هادر يعملوا صفقات ولا هادر يعملوا حاجة هاي سيارة عملنا دي نهين اقرب جماعة ومعينة اعتقد في شهر يونيو واليوليو والقادمين على كل تأدير وان شاء الله يكون في زمالكوية وشرفاء يستطيعوا ويتعلم في ناس هتقول طبعا مرتضى منصور هيترشع مرتضى منصور هيترشع وصيبكم اللي اعتزالوا الكلام هيروح يقدم اولاق لانه هو عارف يعمل ولكن هيتستبعد مرتضى منصور هيتستبعد مرتضى منصور دلوقتي بيحاول انه يلعب بلعبة مع وزارة الشباب والرياضة وهم طبعا لعيبة بعض بعض واصدقاء الامس وكان الكاتب اسمه على مجمع السلام انه هو يجرجل الوزارة في حل المجلس واجراء واتعيين لجنة الوزارة مش هيتجرجل معافة موروضة الوزارة تقول لله هيحصل انه في حالة استقالتهم بالفعل انه هيكون في لجنة من الناس اللي تلقى برضو احنا هنا كل هدفنا ان احنا نفهم الناس حتى يبقى تعدوا عن الغوغاء الالمية اللي هتلاقي من هنا و هناك وده بيطلع عشاء وده بيطلع بتاع هي لجان هدفها هدم الزمالك وتحكيمه ولازم يكون فيه اله واحد ولازم يكون فيه هو القائم بالاعمال واحد وإلا خربت الدنيا وخرب نازل الزمالك ويعني بعض فيهم لان الشخص ده لازم يوجد موجود كالالله لا يتغير حشا الله استغفالله العظيم كل شيء في العالم يتغير الله والذي لا يتغير كل البشر خطئين ما فيش واحد منزع على الأخطاء ارجوك ارجوك نزعه نفسك وفكره في حب نادي الزمالك فقط الاشخاص زائلون ويبقى نادي الزمالك وفي كل القلوب خلينا ننقل لاخر قضية من أواضي المستشار مرتضى منصول او السيد مرتضى منصول رئيس الزمالك المعزول او رئيس الزمالك المستقيل الله اعلم اي وضع كان كان فيه قضية اليوم امام دارية التالتة جنع اقتصادي السيد مرتضى منصول رفع قضية على محامي بيتهموا بالسبب والقذف اتأجلت لجلسة 27 مايو للحكم في الجلسة الماضية تنحق قضية دعوة المقامة من السيد مرتضى منصول ضد احد المهمين بيتهموا بالسبب والقص للاستشعار الحرج يعني الآضي قرر التنحي لاستشعار الحرج فيها كلام كتير بس احنا طبعا لا نلمح لأي شيء حوالي القضاء ولكن ندى نقوله ان مرتضى منصول تخدم بدعوة ضد احد المهمين بيتهموا بالسبب والقص التشهير وحملة الدعوة رقم 242 23 23 بناء اقتصادي ونظرتها المحكمة الاقتصادية ودلوقتي اتحجزت لهم طبعا احنا عارفين في نهاية الشهر الحالي في عدة قضايا مهمة جدا جدا للسيد مفضى منصول منها المحكوز للحكم ومنها اللي فيه كلام كتير جدا جدا كله هنقوله فيه حينه ولكن طبعا نتمنى ان الناس تصالح والناس تتهد وهو يتوقف عن اي شيء يعني بعد ما خرضت الأمم السيطرة شوفنا في فيديو خلال 24 ساعة الماضية بيلف على الناس في الكلاسي قوموا يا أمم شر بغدر قومي الندي بتاع اللي مش عارب الكلام فاضي وانا هكسر السربيك وكلام يعني نفسي يهدى كده ويفكر بعقلانية وإلا الأمور هتطور لما هو ليس في مصلحته والنادي هتقفل المنادي أممه هتقفل يا جماعة اللي بيحب النادي الزمالك ما تسببش فيه خراب النادي الزمالك يلا كان فيت أصراحاتنا للكابتل الرضا عبد العائل بالأهل والزمالك السابق اتفق معاه اختلف معاه احنا نقضى أصراحاته وانت ليه تلتقي قال إن مرتضى منصور السببب ما وصل إليه الناجح حاليا قراراته هي التي أثرت بشكل سلبي على النادي والفريق وقال إن القرار الوحيد اللي اتخذ مرتضى منصور صحيح في الفترة الماضية هو صحاب مباراة الصبر وعن رحيل زيزو أو فتوح قال لو رحل أحدهما يبقى عليه العوض لهم السنائي الأفضل اللاعبين في بصر والزمالك حاليا وزمالك محتاج يدعم للفريق بسابقه طبعا أثناء التسجيل لأن الزمالك مبارا مهم اليوم مع الإسماعيل يكون توفيق لنجوم الكرة وعادي السيد ماركوس ولا كارلوس ولا بطليموس يقدم مشاهدة اعتماده على أنه مدرس يستحق أنه يقود نادي الزمال هنا بس في كلام هذا عبدالعاب يقول أن خرارات مرتضى منصور هي لأثرت بشكل سلبي على النادي والفريق مع كل احترام للكابتر هذا مش خرارات مرتضى منصور دي أحديد مرتضى منصور لأن مرتضى منصور لا يستطيع أن يتخذ قرار وكل الناس عارف أن وحدان هو اللي كان يمضي وهو خرد رطيب هو بس كترة كلامه على الماء كتير والطعن في اللعيبة والطعن في الأعرار والدخول الزمالك في السرعات لا يسرعنا فيها وكان أعتمار ده وخلاء ده فترة مرتضى منصور الأخيرة فترة من أفشل كرة القدم والعبودولي والطائرة العبودولي في الكرة اليد نجوم شرفاء يتحدون الآن ربما يدخلوا في قائمة موحدة في الانتخابات القادمة ربما نتمنى طبعا أن عصافير وزرازير وحرشير وكلاب الضلة والناس المصهورة اللي بتعض دور على الأسماء تهدى لأن يخلي بالكو السبوبة مش هتنى شغالة حنا فيدي السبوبة خلصة سندوتشات والكفتة والتشارت وخلص هيجي ناس نظيف هتمسك ناد الزمالك وهتحسبكم والدولة هتحسبكم فاعدوا كده ما تنقوش تجعجاعة كتير لأن الجعجاعة هتجب لكم واجعد ما يخفكروا في مصطحة البلد وناد الزمالك كل التوفير ناد الزمالك العظيم أجمل وأشرف وأعظم عندها تكون انسوا فترة صودة إن شاء الله لجاية فترة بيضة وهتكون على نظيف ولما يكون فيه الناس نظيف في دير ناد الزمالك هنبتدين يمسك ونفتح في الملفات السودة في العديد الأخرى والإتعادات الأخرى إن شاء الله كل خير ناد الزمالك أرغم على خير وإلى اللقاء